أهلا بكم تعود محافظة إدلب وريف حماء إلى واجهة الأحداث السورية إطلاق جبهة النصرة معارك ريف حماء الشمالي عند معبر الدالي وقرية الدالي يتزامن مع تسليم هيئة تحرير الشام نقاطا ثلاث للجيش التركي عند جبل بركات غربي دارة عزة في ريف حلب الغربي في مواجهة وحدات حماية الشعب الكردية المتواجدة في منطقة عفرين وجنديرس في ريف حلب الشمالي ومع بسط هيئة تحرير الشام سيطرة شبهة كاملة على إدلب مرورا بخان شيخون موارك واللطامنة تدور معارك عنيفة بين هيئة تحرير الشام ومسلح داعش عند قرية طليحان في ريف حماء الشمالي الشرقي وفي دير الزور وصل الجيش وحلفائه من محور المقاومة إلى مشارف مدينة الميادين وبذلك يكون على بعد أقل من ثمانين كيلو مترا عن ألب كمال ومعبر القائم الحدودية على الطريق الدولي في حين أفشل الجيش كل محاولات داعش لمهاجمة نقاطه عند جبل الثردة جنوبي دير الزور إضافة إلى نقاطه في حمامية والسخنة في عمق البدية السورية بريف حمصة الشرقي جنوبا نجح الجيش السوري في تقليص سيطرة الجماعات المسلحة في محيط العاصمة لتقتصر على الغوطة الشرقية من كثر بطنة إلى عين ترمة حرستة ودومة كما تتقاسم الجماعات المسلحة السيطرة مع داعش على جزء من مخيم اليرموك والحجر الأسود جنوب دمشق على الحدود السورية الأردنية حرر الجيش السوري وحلفائه من محور المقاومة المنطقة الجنوبية الممتدة من ريف السويدة الجنوبي وصولا إلى ريفها الشرقي على طول الحدود بمسافة تتجاوز المئة وستين كيلو مترا وسيطر على عشرات المخافر الحدودية عند وادي الشرشوح وحدلية ليقترب أكثر من معبر التنفي الحدودي موسيقى